مطار أو مأرب الدولي هذا المطار سيمثل نقلة نوعية لإقليم سبع وعموم محافظات الجمهورية لقناتين العربية والحدث وحمد العرب من مطار مأرب الدولي من مطار مأرب الدولي هذه المشاريع هي العملاقة من مطار مأرب الدولي هذا إنجاز المطار هذا كان تحدي تحدي بحدي ذات يعني بتقول لي وين التحدي في الموضوع كيف وين التحدي أكبر تحدي أنه وين المطار تحتك طلع على المطار والتحدي الآخر أنه أتحتك تطلع ضائرة أتحتك تطلع راكب ولا مسافر هذا هو التحدي أتحتك تتحصل ما تشرب فيه هذا هو التحدي وهذا هو الإنجاز الحقيقي يعني مطار بهذا المساحة يعني والتحدي فيه أيضا أنه لا يراب العين المجرد وهو المطار الوحيد اللي لونه بيج وكله بأقل عدد من التكاليف بأقل عدد من التكاليف يعني مش قلص لن حاجة شوية غبار على ملابسك روح البيت ادرواجه وتحمام ورح ما فيش أي تكاليف المرجو من السادة المسافرين على متن الرحلة رقم 326 التوجه إلى البوابة رقم 12 استعدادا لركب الطائرة الحمد لله على سلامة الوصول شوفوا على طرق حديثة للإقلاع في هذه المطارات يعني مثل هذه المطارات الحديثة تحتاج فقط لجمل وتمر ودليلها كالنجوم يعني ما تحتاج حتى أي حاجة استدلب النجوم في هذا المطار يعني رحلتان رحلة الشتاء والصيف تجي الجمال تعمل ترانزيت ساعتين وتقلع على تقلع على العلوك فهي تغني